موسيقى عندما استحب الصغير ادوارد سابريرو الى شوارع المدينة الغريبة علي تصرف كما لو كان قد عاد الى مدينته الاصلية واجهه باشخاص لم يرهم من قبل فعرف اسم كلا منهم وحياهم كاصدقاء قدامى وانهمرت الدموع من عيون والديه عندما رأوه يندفع نحو امرأة في منتصف عمرها تقف الى جانب الطريق وهو يصيح هذه هي امي الاخرى لقد ادرك الوالدان في هذه اللحظة ان معجزة قد حدثت ذلك ان شخصية طفل اخر لم يعرفاه من قبل راحل عن هذه الدنيا قد تقمصت جسد ابنهما ادوارد حاليا يعيش ادوارد الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره مع عائلته في احدى ضواحي هافانا بوكوبا وهو يتكلم دائما عن حياته الاخرى عن الاصدقاء الذين قابلهم وعن الاشياء التي قام بها ويتكلم عن الليلة التي مات فيها في البداية تعالى الضحيقات والديه عندما راح ادوارد وهو في الثالثة من عمره يحكي القصص عن اخين له يسميان مرسيدس وجين وعن ام جميلة ذات بشرة بيضاء وشعر اسود كانت امه تقول لابيه مدهش ان الصبية يبتكر الحكايات من خياله لكن مع مضي الايام تراكمت حكايات ادوارد عن حياته الاخرى حكايات مترابطة ومتصلة الى حد ان طبيب الاسرة عندما كان في زيارة للبيت استمع الى بعضها ففار اهتمامه بالموضوع فاجلس الصبي على ركبتيه واخذ يستجوبه بالرفق قال ادوارد ان امه الاخرى كانت تعمل في صناعة القباعات وكانت عادة ما ترسله في مهمات الى المحال القريبة وبصفة خاصة الى مخزن الادوية الذي كانت اصعاره اقل من المخازن الاخرى وانه كان يفضل الجولات الطويلة حتى يمكنه ان يستمتع بركوب الدراجة التي كانوا يضعونها في غرفة بالدور الاردي حكاي ادوارد للطبيب كيف اصابه المرض الشديد وكيف بكت امه بحرقة وخاصة عندما وصلت سيارة الاسعاف لتنقله الى المستشفى وقال انه لم يصل الى المستشفى فقد مات داخل السيارة في الطريق قال ادوارد عن تلك اللحظات اذكر انني كنت انظر الى الادواء الخاطفة التي كانت تتراقص داخل السيارة وبدأت هذه الادواء تخف تدريجيا كنت متعبا لكن لم اكن خائفا او حزينا سأله الطبيب وماذا كان اسمك اجاب الصبي بانشو سيسو كنا نعيش في شارع كامباناريو بمدينة نيوفيتاس وهكذا وجد الطبيب اول الخيط الذي سيساعده في بحث هذه الحالة في احدى عطلات نهاية الاسبوع قامت اسرة الصبي برحلة الى نيوفيتاس وعند احد المنحنيات صادف مخزنا لبيع الادوية فصاح الصبي انظروا ها هو هذا هو المخزن الذي كنت اشتري منه وانفلت الصبي من بين والديه مندفعا نحو المنحنى الاخر للطريق حتى وصل الى شارع كامباناريو والى المنزل رقم 69 بالتحديد وهو يصيح هذا هو منزلي قرع والد ادوارد الباب لكن احدا لم يكن بالبيت فعادت الاسرة تسودها حالة من الانفعال الشديد الى هافانا حيث جرى الاتصال باتحاد الابحاث الروحية بهدف استشارته وسؤاله هل يمكن ان تكون هذه احدى حالات تناسخ الارواح وانتقالها من جسد الى جسد جديد في حيوات متعاقبة وعلى الفور بدأت الدراسة المنظمة للحالة جرى الاتصال بالسيدة التي تسكن في المنزل رقم 69 في شارع كامباناريو قالت نعم لقد مات طفلها بانشو بالتحديد منذ اربع سنوات وعندما عرض عليها ان تساعد الاتحاد في بحثه وفقط عاد الصبي ادوارد مرة اخرى الى نيوفيتاس برفقة هيئة من الباحثين وكان هؤلاء يحملون معهم الملف الذي يضم كل الروايات التي حكاها ادوارد عن حياته السابقة امه تدعى امبارو والده يدعى بيرو وشقيقيه كان الملف يضم وصفا كاملا للمنطقة التي كان يعيش فيها وبخاصة ذلك الخط الحديدي القائم خلف البيت وكيف ان والده كان يعمل في مكتب البريد وكان يمضي الى عمله فوق دراجة زرقاء وقد ذكر اسماء الاماكن والمدن التي سافرت اليها الاسرة في رحلاتها ووصف بدقة ما جرى في هذه الرحلات وتكلم عن كلب كان يملكه واسمه التولو وحكى عن النهاية المؤسفة لذلك الكلب بين عجلات الترام وبشكل خاص تضمن الملف 53 وقعتا من وقائع الحياة اليومية لتلك الاسرة وقد كانت دهشة هيئة الباحثين بالغة عندما افادت السيدة بصدق تلك التفاصيل ودقتها كما ان معظم هذه الوقائع لم يكن في امكان احد غير ابنها بانشو ان يعرف تفاصيلها تولد هيئة الباحثين تنظيم اللقاء بين ادوارد والسيدة سيسو على النحو التالي توقف السيدة سيسو وسط طريق مزدحم بالمارة بينما يسير ادوارد بصحبة والديه في نفس الطريق وعندما تم هذا توقف الصبي عن السير عندما ابصر السيدة سيسو صاح على الفور بنفعال كبير هذه هي ام الاخرى هناك عند فترينة المحل بكت السيدة كابيريرو وجرت السيدة سيسو مبتعدة غير قادرة على مواجهة هذه الظاهرة الغريبة في تجربة اخرى استطاع ادوارد ان يستدل على عدد من اقارب الطفل الراحل بانشو واصدقائه وعائلته من وسط زحام كبير فكان يخاطبهم واحدا واحدا باسمائهم التي لم يكن يناديهم بها سوى بانشو وإلى اليوم ما زال ادوارد يدهش والديه بتفاصيل جديدة عن حياته السابقة لقد تأكدوا مع مرور الايام ان ابنهما قد تقمصته روح طفل اخر فارق هذه الحياة امام الشهود وفي وضح النهار كان السيد دانييل هوم يرتفع بجسده عن الارض لعدة اقدام ثم يهبط اليها ويعود ليحلق في الفضاء من جديد لم يكن بامكان احد ان يفسر هذه الظاهرة كما لم يستطع احد هؤلاء الشهود ان يكتشف خدعة ما يعتمد عليها هوم في عرضه هذا ورد دانييل هوم في اسكتلندا وشب في امريكا قصبي صغير كان يذهل والديه ويربقهما بوصفه الاشياء التي يراها ولا يريانها وهكذا اطلق عليه منذ صغره لقب الصبي الساحر فمن بين الحيال التي كان يمارسها قدرته على رفع الاشياء من فوق المائدة دون ان يلمسها وقدرته على احداث طرقات في جوانب الحجرة المختلفة الا ان الجميع لم يكونوا ينظرون اليه على انه اكثر من حاو او ساحر وفي الخامسة والعشرين من عمره صافر دانييل الى اوروبا على امل ان يجد فيها نظرة اكثر عمقا لقدراته هذه وبعد قليل من الزمن شاع اسمه في انحاء اوروبا وتدافع مشاهير البلاد الاوروبية لحضور جلساته ولم يحدث ان رجع واحد منهم وقد خاب ظنده فقد كان ذلك الاسكتلندي الطويل القام بعينيه الزرقاوين يتحفهم دائما بعرض جديد يبعث في نفوسهم الدهشة البالغة كان هوم يقدم عرضا في حجرة قوية الاضاءة فقد كان يحتقر اولئك الوسطاء الروحيين الذين يصرون على القيام بنشاطهم في اماكن خافتة الاضاءة وقد شهد الشاعر روبرت براونينج احدى هذه الجلسات وفيها ارتفعت المندضة لمسافة ثلاثة اخدام فوق الارض وتحركت لعدة يردات عبر الحجرة شاع بين الكثيرين ان ما يفعله هوم من خوارق لا يصدر الا عن شخص يتصل بالشياطين واكتسب هذا الاعتقاد رسوخا رسميا عندما امرت روما بطرده من الكنيسة الكاثوليكية بسبب ارتباطه الذي لا شك فيه بالاشباح غير ان مثل هذه الدعاية دعمت شعبية هوم فتوالت جلساته في اكبر بيوت لندن يعزف على الجيتار دون ان يلمسه او يوقع على الاوتوغرافات وهو على بعد عدة يردات من الورق والقلم حتى انتقل الاهتمام به الى صفوف العلماء والباحثين وقد بدأ جهود هؤلاء العلماء بعد ان عدا هوم من جولة واسعة في اتحاد اوروبا بلغت قمتها عندما قدم عرضه امام ملكة هولندا وملك بروسيا وقيصر روسيا واختتمت هذه الجولة بمحاولة فاشلة لاغتياله قام بها شخص بلجيكي عندما عاد الى بريطانيا وجد هوم جناحا باحد الفنادق القبرى قد حجز باسمه كما وجد في انتظاره سلسلة من الاختبارات المنهكة وقد جرى الاعداد لها تحت اشراف سير ويليام كروكس العالم الفيزيائي والكيميائي الشهير وكان من بين المراقبين ايريل اوف دين رافين ولورد براوم وقد اشترط العلماء ان تجرى كافة الاختبارات في ضوء النهار الواضح فوافق هوم دون تردد في اليوم الاول شهد العلماء ما قام به هوم من اعجيب امسك النار بيديه العاريتين واصدر اوامره الى قطع الاساس التي اخذت ترتفع عن الارض واحدة بعض الاخرى واثناء هذا واصل العلماء فحصهم للمكان على امل اكتشاف خدعة ما فلم يجدوا شيئا وعن اليوم التالي كتب سير ويليام كروكس في جريدة العلوم الفصلية في ثلاث محاولات متفرقة شاهدته وهو يرتفع تماما عن الارض وهو في شبه حالة غيبوبة بررت يدي تحت قدميه وايضا قمت بلمس باطن حذائه فلم اجد جهازا او عائقا من اي نوع غير ان هوم لم يكن بتجربته القبرى التي اقنعت سير كروكس وصحبه بانهم يرون شيئا يتجاوز علمهم الا بعد ظهر اليوم الثاني بينما كان هوم في غيبوبته العميقة ثم استضار بجسده في وضع نفقي متجها برأسه الى ناحية احدى النوافذ المفتوحة بالحجرة كان من الواضح ان هوم يندفع خارجا من المبنى فعصر اللورد دونرفران يمنع ما تصوره كارثة محققة لكن تحركه جاء متأخرا واخذ الجميع يراقبون بدهشة شديدة جسد هوم المعلقة على بعد عدة اقدام في الفضاء خارج المبنى وعلى ارتفاع اكثر من سبعين قدما عن الارض كانت اصارة العلماء قد بلغت مذاها وتجمدوا في اماكنهم وهم يرون جسد هوم يبضعوا بعد عدة ثوان في الارتفاع عابرنا النافذة من الخارج متجها الى الطابق العلوي بقى العلماء على صمتهم من فرط بهارهم بما شاهدوه وفوجئوا بعد عدة ثوان بهم يفتح باب الحجرة ويتقدم ناحيتهم على قدميه لقد دخل المبنى من نافذة بالطابق العلوي وهبط اليهم على الدرج لم يكن هناك مجال لاي تجارب اخرى وقد صرح اللورد دونيرفان عند انصرافه اذا حدث ان اخبرني شخص بما جرى لاتهمته بالجنون او السكر البين لكني الان اصبحت مقتنعا بان شيئا كهذا يمكن ان يتحقق مات دانيل هوم عندما بلغ 53 سنة من عمره وقد قضى حياته كلها يقدم عروضه في هذه الجلسات التي كان يعقدها في كل مكان لكن الثابت هو ان دانيل هوم لم يحدث ان تقاد بنسا واحدا لقاء اي عرض من هذه العروض العديدة التي كشفت عن مواهبه وقدراته الخارقة ترجمة نانسي قنقر